هل يجب تكفير من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وإن كنا نختلف معه في العقيدة إذا أتى بمكفر يعني إذا أتى بناقض للا إله إلا الله يعني يفرط أنه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ودأس المصحف برجله بس نحكم عليه بما يستحقه بالكفر فقال لا إله إلا الله محمد رسول الله واعتقد أن غير الله ينفع أو يضر من الأموات أتى بناقض